تحايا كبرى لكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات برنامج رئيس التحرير في هذه الحلقة سأركز على بعض المظاهر لا أصنف هل هي إيجابية أو غير إيجابية ولكن بعض المظاهر التي تتعلق بالإعلام أفرزت المرحلة أشياء جديدة في هذا الصدر أو في بعض الأحيان تم الترويج لأفكار جديدة في مجال الإعلام بسبب فترة الإغلاق بسبب فترة الحجر الصحي ما هي هذه الأشياء الجديدة؟ أنا أعتقد بأنه ستؤثر كثير جدا على المشهد الإعلامي وهي جاءت مفاهيم جديدة هذه المفاهيم من بينها أنه مدرسة جديدة بدأت تقول أن أفضل الأخبار طريقة نشر الأخبار ليس فقط في صحيفة ورقية أو صحيفة إلكترونية أو إداعة أو حتى شريط على قناة تلفزة يشمل هذا كله هذه المدرسة تقول طبعا هي بدأت في أمريكا الأخبار ولكن باختضار الآن تنتشر هذه الفكرة بشكل كبير جدا أنه بسبب ما خلقه الهاتف المحمول الموبايل من ثقافة لدى ملايين البشر في الكون هناك توجه إلى أن تكون الأخبار عبارة عن في حدود 25 إلى 30 كلمة فقط هذا نفس الفكرة بطبيعة الحال وسأترك الأمر أتحدث عنه في حلقة أخرى فيما يتعلق بالأوديو والفيديو ولكن تركيزي اليوم هو على الصحافة المكتوبة ونعني بالصحافة المكتوبة، الصحافة الورقية، الصحافة الإلكترونية، الصحافة الوكالة وحتى بطبيعة الحال الشبكات الاجتماعية وحتى بالنسبة لقنوات التلفزيونية شريط الأخبار يعتبر جزء من الصحافة المكتوبة فالنيوز بطشورتر هذه الأخبار ولكن باقتضاب بدأت تنتشر بشكل كبير جدا على أساس أنها وجبة سريعة وسهلة يتناولها القارئ أي يقرأها بطبيعة الحال أو يطلع عليها وتعطيه أهم المعلومات التي يبحث عنها في ظل وباء أو في ظل هذه الجائحة أو في ظل عندما تكون هناك أحداث كبرى نحن نعتبر الوباء والجائحة من الأحداث الكبرى مثل الحروب ومثل الكوانس الطبيعية وما إلى ذلك الأمر الثاني وهو رجعت الصحف العديدة في حول العالم ولا أريد أن أسميها أعتقد بأن الأمر واضح رجعت إلى ما يسمى النيوز ستوري بمعنى آخر القصة الخبرية أي أنا لا أكتب لك تقرير أو خبر ولكن أروي لك قصة تل يوا ستوري وهذه فيها تقنية السر وهي مهضومة جدا وهي تتميز بالرشاقة القصة الخبرية وكانت موجودة بالواقع في فترة من الفترات في التسعينات ولكنها اختفت بعد ذلك ثم عادت الآن على أساس أنه الإنسان نفسيا عندما تكون هناك يعيش ظروف الإغلاق ظروف الحجر وظروف الكوارث فيبحث عن شيء يروح عن نفسه وفي نفس الوقت يساعد في التأقلم في نلائم حالته النفسية مع هذه الظروف المستجدة أنا أعتقد لذلك ظهرت هذه الفكرة أو انتعشت بالواقع ليست ظهرت لأنها كانت موجودة انتعشت فكرة نيوز ستوري أو القصة الخبرية المسألة التالتة وهي طريفة في الحقيقة ولكنها ملفتة هناك بدأتها صحيفة إلكترونية في الدنمارك وهي تنشر فقط الأخبار الإيجابية الأخبار المفرحة الأخبار التي لا تتحدث عن أشياء سلبية أو عن أمور مزعجة وصحيفة موجودة على الإنترنت وهي بعنوان أفضل الأخبار التي توجد في العالم في الواقع أقول انطباع شخصي على أي حال أنا وجدت فعلا متعة في قراءة ما هي هذه الأخبار التي تعتبرها صحيفة دنماركية ونحن نعرف بأن الدول الإسكندنابية هي أكثر دول في العالم قارئة وأكثر دول في العالم مهتمة بالإعلام على الرغم من أنه نحن لا نعرف عن هذا الكثير لأنه استعملون لغات ليست منتشرة بطبيعة الحال ليست معروفة في باقي عنها العالم كما هو الشأن بالنسبة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية إلى حد ما عموما هذه الصحيفة هي أيضا فكرة جديدة ونعتقد بأنه من وحد أو من الظروف التي أشناها وما زلنا نعيشها جزئيا يعني إلى الآن نحن لدينا صعوبة في التنقل لدينا صعوبة في انتقال من مكان إلى آخر تسمعون بالأخبار بالنسبة للأشخاص العالقين ما تزال هذه المشكلة كبيرة وكبيرة جداً ولكن عموماً الأمور تتحسن عدد كبير من الدول ألغت عملية الإغلاق الكل مع استمرار الاحتياطات والضرورية لكبح هذا الوباء أو هذه الجائحة لا شك بأنه هذه الأفكار التي تولدت نتيجة هذه الجائحة أفكار في مجال الإعلام تحتاج إلى بعض الوقت حتى نعرف هل ستسود فعلاً هذه الأفكار على سبيل المثال فكرة الأخبار باقتضاء في الواقع بدأت مع الشبكات الاجتماعية ونذكر جميعاً أن تويتر حتى الآن حدد عدد الكلمات التي يمكن أن يستعملها أي أحد من نشطاء هذه الشبكة في عدد منحدد بمعنى أنه لا يمكن أن يكتب كما يريد أنا أظن بأنه هذه المدارس الجديدة وهذه الظواهر الجديدة إذا شئنا في مجال الإعلام ستؤثر كثيراً لأنه الخبر الذي يكتب باقتضاء يمكن أن يكون صالح وهذه هي مسألة مهمة جداً للمكتوب وللمرء وللمسمور وبالتالي نبدأ نستهلك هذه النوع من الأخبار بكثرة وخاصة أنه الآن العالم ككل أصبح يستعمل أكبر أهم منصة بالنسبة إليه لقراءة ومتابعة الأخبار هو الهواتف المحمولة وهذا الذي جعل هناك الآن ضغوط حقيقية على شركات الاتصالات بأنها تموّل جزئياً أو نسبة كبيرة جداً المنصات الإعلامية سواء كانت مقروعة أو مسموعة أو مكتوبة وأعتقد هذا منطقي لأنه من خلال ترويج عبر الهواتف المحمولة لهذه المحتوى التي تنشره أو تبثه هذه الوسائل الانتصال توسع رقعة الزبناء أنت تؤدي فاتورة الهاتف المحمول فقط على المكالمات وتعتبر الخدمة الأخرى التي يقدمها لك الهاتف المحمول هي خدمة جزء من خدمة شركة الانتصالات وهذا في طبيعة الحال ليس عادلاً لأنه من ينتج هذا المحتوى في مواقع، في صحب، في إزعاد، في تلفزيونات مؤسسات أخرى وصحفيين الصحفيين هم الذين ينتجون هذه المواد أو المصورون أو كل من يعمل في مجال الإعلام أختم وأقول تذكروا جيداً بأن هذه الجائحة جاءت لنا بفكرة The News But Shorter وأيضاً جاءت أحيت من جديد أو أنعشت News Story ثم جاءت لنا بصحيفة World Best News في الدنمارك أي الأخبار الجيدة أو الأخبار الحسنة أو الأخبار الإيجابية وسنرى إلى أي مدى سيؤثر ذلك على المشهد الإعلامي ككل ولكن أنا أعتقد بأنه في هذا التوجه ليس عبثياً ولكن له حيسيات علمية وله مبررات وفي ظني وفي رأيي الشخصي أن له حاضر ومستقبل أيضاً ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا